اشتركوا في القناة بالمملكة العربية السعودية شقيقة وأخاه صاحب السمو الملكي الأمير توركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وقد قام سموهما بالسلام على جلالته بمناسبة زيارتهما للمملكة لحضور حفل تنشيين إطلاق اسمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل طيب الله ثراه على أحد أهم الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين أقيم اليوم بناء على توجيه كريم من جلالة الملك المفدى وذلك تقديرا وعرفانا ووفاءا للراحل الكبير الأمير سعود الفيصل ولمواقفه رحمه الله التاريخية المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها وتعبيرا صادقا لما له من مكانة خاصة في قلوب قيادة وشعب البحرين وفي بداية المقابلة نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير ترك الفيصل إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وعطي بتمنياته لشعب مملكة البحرين دوام التقدم والازدهار فيما كلف جلالته سموهما بنقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وخالص تمنياته لشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمزيد من التطور والنماء كما أعرب سموهما عن خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على مبادرة جلالته الكريمة وتوجيهاته السامية باطلاق اسم الفقيد الراحل الأمير سعود الفيصل على أحد الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين وقد رحب صاحب الجلالة العاهل المفدى بسمو ضيفي البلاد الكريمين وبزيارتهما للمملكة معربا جلالته عن اعتزازه بعمقه ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط المملكتين الشقيقتين وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بينهما من تطور وتقدم في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين كما ثمن العاهل المفدى بكل التقدير والاعتزاز المواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في دعم مملكة البحرين مؤكدا أن هذه المواقف عكست على دوام روابط الأخوة الوثيقة والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ كما استذكر جلالة الملك المفدى خلال المقابلة المواقف التاريخية الخالدة للفقيد الراحل صاحب السمو الملكية الأمير سعود الفيصل رحمه الله في دعم مملكة البحرين والدفاع عن قضاياها في مختلف المحافل معربا جلالته عن تقدير مملكة البحرين قيادة وشعبا لهذه المواقف العربية الأصيلة للفقيد الراحل كما نوه جلالته بدوره رحمه الله في خدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية مؤكدا جلالة العاهل المفدى أن دول مجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل الأمير سعود الفيصل شخصية فذة ومتميزة كما جرى خلال اللقاء تبادل الحديث الودية وتطرق الحديث حول مجالات التعاون الأخوي الوطيد القائم بين البلدين الشقيقين وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير ترك الفيصل عن شكرهما وتقديرهما لصاحب الجلالة الملك المفدى على ما أبداه جلالته من مشاعر صادقة ونبيلة ودعوات طيبة تجاه فقيد الأمة العربية والإسلامية الأمير سعود الفيصل رحمه الله سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلدين وشعبين شقيقين نعمة الأمن والأمان والازدهار والإخاء وقد أقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى مأدوبة عشاء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير تركي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر